أعطي أمثلة عن قرض جر منفعه أن يبيع القطنة أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين وهو حرام أو أن يقرض الحائكة أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض أو أن يقرض الحرافين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل ويسمى المقضية وهو حرام